اشتركوا في القناة لكن القائل واحد سبحانه وتعالى القرآن كلام الله آية الكرسي اللي فيها ذكر الكرسي قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أولاً هذه السورة أريد جواب سري كم فيها من أسماء الله كم لا أريدك تقرأ إذا معنا هذا أننا ما نستحضر فيها خمسة الله والرحمن والرحيم صح والعلي والعظيم لا الله والحي والقيوم والعلي والعظيم نعم خمسة أسماء طيب قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ثمرت متى تقرأ هذه السورة متى تقرأ أدبار الصلوات المفروض عند النوم ما الفائدة ما الفائدة من قراءة هذه الآية عند النوم من قرأها في ليلة قرأها وحدة في ليلة لم يزن عليه من الله حافظاً ولا أقربه شيطان حتى يصبح ومن قرأة دبر كل الصلوات لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت آية واحدة شوف كم لها من الفضل طيب قلنا متى تقرأ وفضل هذه السورة وسبب التسمية يقول الله سبحانه وتعالى فيها اللهم قلنا المألوه المعبود محبة وتعظيم الله لا إله لا معبود بحق إلا الله لا إله نافياً جمع معبد من دون الله إلا الله مثبت العباد اللي أحد لا شريك له تخلية قبل التحلية نفي وإثبات إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرين تقوم شهادة أن لا إله إلا الله على ركنين نفي وإثبات هذه هي حقيقة التوحيد لو سألك أي سأل ما حقيقة التوحيد تقول الجمع بين النفي والإثبات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله تقول زيد قائم أثبتت القيام لزيد لكن يمكن أن يكون مع زيد مشارك في المسجد قائم صح لكن لو قلت لا قائما إلا زيد أثبتت القيام لزيد ونفيت أن يكون معهم أشارك إذن أفرت زيد بماذا بالقيام ولهذا عندما نقول التوحيد هو إفراد الله إذن حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات الله لا إله نفي جميع ما عبد من دون الله أكفر بجميع ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله والله عبادة باطل الله لا إله إلا هو إثبات إلا الله تخلي قبل التحلي الله لا إله إلا هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فنان وهذا فيك الكمال الذاتي القيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه هذا فيه الكمال السلطاني وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن الحي حسن وكمال ذاتي والقيوم حسن وكمال سلطاني وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن ويقال أن اسم الله الأعظم الحي مع القيوم وتكرر في القرآن في كم مواضع في ثلاثة مواضع في آية الكرسي هنا وفي أول سورة آل عمران وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم نعم الله لا إله إلا هو الحي القيوم كمال ذاتي وكمال سلطاني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة السنة النعاس مقدمات النوم النوم نوم هناك عندنا أشياء لا يمكن أن تعرف إلا بلفظها وهذا مريح للطلاب العلم ما هو النوم يقول نوم ما هو الغضب يقول غضب ما هو الحب حب لا أستطيع أن أفسر لك هذه الكلمة إلا بلفظها أفضل الشيء لو تتعب في الغضب ما تجد أحسن من قولك غضب والحب حب والبغض بغض والنوم نوم ومريح هذا للطلاب العلم ارتاح من بعض التعاريخ طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم طريقة أهل السنة والجماعة سأل الله يجعلني وأكون منهم في الصفات المنفية عن الله ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسوله صل plantation ننفي ما نفى الله عن نفسه وننفى عنه رسوله صلى الله ونثبت كمال الضد لأن النفي المحض ليس بكمال النفي المحض ليس بكمال وطريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي يعني طريقة القرآن الصفات الثبوتية قليلة والصفات المنفية قليلة لأن المدح والكمال ما يكون إلا بهذا ما يمكن تأتي لحاكم للسلطان وتقول أنت لست بزبال ولا خائن ولا غشاش ولا كذاب ممكن يقتلك صح تفصل له في الصفات الثبوتية ولله المثل الأعلى والقرآن كان على هذا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير الله لا إله إلا هو الحي القيوم مفهوم إذن الصفات المنفية قليلة مقابل الصفات الثبوتية طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيه عن الله كما نفاه عن نفسه وكما نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد نقول نفى الله عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته سيأتي معنا في سورة الإخلاص نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الوالد والولد لكمال غناء كمال أحديته وصمديته نفى الله سبحانه عن نفسه الظلم لكمال عدله وقوة وقدرة وعزته لا بد في الصفات المنفية نفاه عن الله كما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد لا تأخذه السنة ولا نوم له تقدم من حق التأخير أصر الكلام ما في السماوات وما في الأرض لله قدم دليل على الحصر عموم ملك الله سبحانه وتعالى ملك ومالك قلنا في سورة الفاتحة له لا لغيره له ما في السماوات كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لمن لله عموم ملك الله له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه أولا هذه الآية فيها ثبات علو الله سبحانه وتعالى وفيها أن ملك الله ملك كامل وملك ملوك الدنيا ملك ناقص لماذا؟ لأن ملوك الدنيا قد يدخل عندهم من يشفع في أناس وهو لا يريد هذا الشفاع هذا الملك صح؟ وهو لا أعلم الغيب فما يتبين له إلا بعد أن يدخل هذا ويشفع ثم يرد الشفاع صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى له ملك كامل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إثبات الشفاع أن حق لله وإثبات أن لا أحد يستطيع أن يشفع حتى يأتي الإذن من الله والله سبحانه وتعالى لا يأذن لهذه الأصنام أن تشفع حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاع حتى يأتي الإذن من الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الشفاع هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر الشفاع يقسم العلماء رحمه الله تعالى الشفاعة إلى ثلاثة أقسام مثبتة ومنفية المنفية نفاها القرآن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق تصح بشروط أربعة حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب الشفاعة المثبتة ثبتها الله لنفسه تطلب من الله لا من غيره تطلب من الله بشروط ثلاثة الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له جمعت في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد عامة لكل موحد للنبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام للملائكة عليهم السلام للصالحين لكل موحد حتى الأفراط الأطفال يشفعوا الشفاعة الخاصة ثلاثة أقسام الشفاعة العظمى في أهل الموقف الشفاعة في عمي أبي طالب أن يخفف عنه العذاب الشفاعة في فتح أبواب الجنة لأن أول من يستفتح لدخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح له وأول من يدخل من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله يجعل أن يكون منهم الشفاعة العامة لكل موحد الشفاعة في رفع الدرجات الشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين أن لا يدخلها الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها شرع الله الشفاعة إكراما للشافع ونفعل المشفوع إلى من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد والإخلاص من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي يبتقي بذلك وجه الله من الذي أشفع عنده إلا بإذنه يعلم عموم علم الله يعلم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل وما خلفهم الماضي عموم علم الله الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يعلم ما بين أيديهم الحاضر المستقبل وما خلفهم الماضي ولا يحيطون بشيء من علمه مما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده إنكار هذا العلم كفر وادئا على هذا العلم كفر نثبت علم الغيب لله وادئا على علم الغيب كفر إذن لا بد أن نثبت هذا العلم لله وادئا على هذا العلم كفر أكبر نعم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما علمنا الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا عمم علم الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض عظم المخلوق يدل على عظم الخالق وهذه المخلوقات تدل على وجود الخالق واحد مدبر سبحانه وتعالى وعظم المخلوق تدل على عظم الخالق الكرسي فسر ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع القدمين وسع كرسيه السماوات والأرض قلنا هذه المخلوقات عظيمة تدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما هذا هو الشاهد في ماذا؟ في أن من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزم عليه من الله حافظاً ولا قرب الشيطان حتى يصبح هذا الشاعر في الآية ولا يؤده حفظهما لا يؤده صفة منفية أي أن هذا الأمر ليس بعظيم على الله لا يذخله لكمال قدرته وقوته وعزته ولا يؤده حفظهما وهو العلي علوم في الذات علوم في الصفات أهل السنة والجماعة يثبتون لله علوم في الذات وعلوم في الصفات العلوم في الذات الأدلة الإجمالية عليه خمسة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة الكتاب تنوعت أدلة الكتاب بإثبات العلوم تار بذكر العلوم وتار بذكر الفوقية والاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه السنة القولية الفعلية التقريرية بل السنة المتواترة جاءت لإثبات علوم الله سبحانه وتعالى على خلقه الإجماع أجمعت الأمة من خلف الإجماع كفر الفطرة كان أحد الأساتذة يتكلم بكلام يريد يوم ينفي صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى فقال له أحد الطلاب قال أخبرنا يا أستاذ عما نجد لم ما دعا عارف قط ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسي ضرورة إلى طلب العلو الآن الفقير يدق عليك زجاج السيارة وقل اعطيني من دون كلام هكذا اشتقوا له ما تكلمت تصنع كذا صح تقول لا إله إلا الله عندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يخافون ربهم من فوقه ربنا الله الذي في السماء زينب رضي الله تقول وزوجني الله من فوق سبع سماوات علوم العقل والفطرة يستحيل يأتي عاقل إلا ويثبت لله كل صفة كمال ومنه العلو بل بعض علماء للسنة يركز على هذه الصفة صفة العلو لماذا؟ لأنه بيثبت صفة العلو لله تثبت لله سبحانه علو في الذات وعلو في الصفات معنى هذا تثبت كل الأسماء والصفات ولهذا أفرد بعض العلماء بعض المؤلفات في العلو كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى علوم في الذات علوم في الصفات وهو العلي العظيم ذو العظم التي ليس فوقها عظمة ترجمة نانسي قنقر